أيضا هذا المنتدى بالنسبة لمصر له للدلالة وهمية كبيرة جدا على أساس أنه يناقش عدة قضايا تطرح نفسها بشدة السوق العالمي اليوم بالنسبة للوظائف شديد التغير وهذا التغير أيضا شديد السرعة وظائف تقليدية سوف تجد طارقها إلى التلاشي خلال السنوات القادمة ووظائف أخرى علينا أن نستعيد لها وأن نؤخد شبابنا لها توقف الثالث خلال الفترة القادمة والتوصيات التنفيذية التي انتهى إليها المنتدى الأول في عام 2019 وضعتها مصر موضع التنفيذ من خلال إنشاء حدد أكبر من كليات الحاسب الألوى والزكاة الاصطناعي سواء في الجماعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية والاهتمام بهذا التخصص ومضاعفة أعداد الطلاب خليج السنوية العامة المضطهقين بهذا التخصص هذا العام نظر للإقبال الشديد عليه في التحول الرقم من مؤسسات الدولة المصرية وأيضا للإقبال عليه في الوظائف على المستوى الأخليم والمستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر